يشهد العالم حالياً ظاهرة لم يعهدها من قبل وهي ارتفاع نسب شيخوخة السكان لترتفع بذلك أرقام مجتمعات الشيوخ في أغلب أرجاء العالم ويأتي هذا نتيجة التطورات العلمية في مجالات مختلفة كالطب والصحة العامة والتكنولوجيا حيث نتجت عن سنين من الأبحاث المتواصلة علاجات وطرق عناية للوقاية من الأمراض والوصول إلى أعمار متقدمة وسحة أفضل ومن أحدث التقنيات في هذا المجال ما يطلق عليه التواصل العلمي وتقوم فكرته على أسات مراقبة كبار السن على مدار اليوم من خلال لوحة إلكترونية لجمع معلومات عنهم وربطها بمراكز خدماتية وطبية لمتابعة حالاتهم والعناية بهم وبحسب أحدث الدراسات فمن المتوقع أن يرتفع متوسط العمر في العالم إلى أرقام عالية بحلول العام 2030 ففي الولايات المتحدة يصل متوسط العمر المتوقع إلى 79 سنة ويبلغ عدد الكهول 15% من السكان ويتوقع له أن يرتفع إلى العشرين في المائة بحلول العام 2030 أما في سويسرا فمتوسط العمر يصل إلى الثلاث وثمانين سنة وهو ضمن أعلى النسب في العالم إذ يتجاوز عمر أكثر من 18% من السكان الخامسة والستين أما في الصين فأكثر من 14% من السكان من كبار السن حيث ارتفع متوسط العمر في العقدين الأخيرين إلى أكثر من 9% ليصل متوسط أعمار الصينيين إلى ما يقارب الخمسة والسبعين أما متوسط أعمار الأستراليين فيصل إلى الثلاث وثمانين سنة مرتفعا سبعة في المائة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية وتوفر تقنية التواصل العلمي عبر اللوحة الإلكترونية وسيلة إدارة رفاه كبار السن بلا مجهودات كبيرة بإتاحتها تدخلا سريعا ومبكرا لمساعدتهم من خلال منظومة تضمن تمتعهم بصحة وعيش كريمين ميريام قدور العربية